السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم؟ شخبركم؟ إن شاء الله ياربكم لكم تكونوا بخير وتكونوا كلكم طيبين ومبسوطين اليوم هنسوي أكلة كده غير أكلة جميلة سهلة مرة مرة سهلة وتنفع كمان للعزعين هنسوي أوزي ويلا نشوف الطريقة في طاصة على النار هنحط شوية زيت وهنحط معاه بصل مقطعينه صغير صغير ونحمسه بهذا الشكل أول ما البصل يبدأ يثبل معنا هنحط نص كيلو لحم مفروم بهذا الشكل بسم الله ونجلبه كده شايفين كيف بدأ يتجمر معنا نجلب نجلب هبغى كله يستوي يلا هنحط له الفلفل الأسود شوية نص ملعجة صغيرة كده يعني كمان نزيد شوية هنملح هنملح شوية كمان وهنحط شوية بهارات مشكلة مو كتير شوية بس حطيت نص ملعجة صغيرة وهنحط شوية كمان جرفة يمديكم بدأ للبهارات المشكلة يمديكم تحطوا بهار حلو اللي هنا في مصر اسمه كبابة سيني ونقلب زي كده شايفين كيف بدأ يستوي اللحم معنا واخد كمان من البهارات الحلوة الجميلة حقته اللي نحن حطيناها معاكم وكمان هنحط معنا بازاليا أو بسلة بتسموها هنا في مصر وجزر بهذا الشكل ونحمسهم كده مع بعض طبعا هادي البازاليا والجزر مجمد طيب فما بياخد معنا وقت كتير في التسوية بنحمسه نحمسه تمام ونوطي عليه النار ونسيبه شوية يستوي ونبدأ يلا نسوي الروح بعد لما نستوي معنا هناخد نص الكمية قاعدة اختصر لكم مرة مرة عشان ايش ما في خطوات كتيرة احسن وحطعتي نفس الطعم هناخد نص الكمية بهذا الشكل ونحمس زي كده ايش هنسوي في هاد المرحلة عندنا ثلاث اكواب رز مغسول ومنجوع وكمان صفيناه وحنحط هنا بهذا الشكل نحمس كمان الرز بسمتي فيكم تحطوا رز مصري رز بسمتي المسألة مسألة الدوغ حطوا الرز اللي تحبون يلا نحمس 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 مصبوط بهذا الشكل يلا نضبط البهارات حقتنا معانا كركم هنحط شوية كمان بهارات مشكلة شوية بسمه كتير عشان نحن حطين في اللحم وكمان شوية جرفة شوية مرة جليل وهنحط شوية كاري ونقلب تمام البهارات ونحمس الرز تمام عشان يطلع حلو كده والحبة بحبتها ونسري وجميل هنحط مرق دجاج او قمدين هنحط موية حطه اللي كحبوه شايفين كيف ما شاء الله تبارك الله المنظر غني عن الكلام هنعمله معاملة الرز هاول ما يبدأ يغلي هنوطي على النار ونخليه يستوي تمام وبعدين نوريكم ايش هنسوي وبكده وصفتنا جاهزة خلاص هناخد الخليط هذا اللحم مع الجزر مع البازاليا او البسلة وحنحط بهذا الشكل عشان ينفع كلا العزايم ينفع عزايم العيد عزايم رمضان اي عزايم عندكم اي مناسبات حاجة جدا مشرفة وحاجة روعة طبعا هذي الطبخة اصلا طبخة سورية او شامية شايفين كيف هنخط الباقي بهذا الشكل طيب وحنجيب الرز حقتنا ونحطه فوق اللحم بسم الله بهذا الشكل نحن نسويينه في هذا القالب عشان يطلع شكله حلو ومرتب شايفين كيف نضغط لما نحط عشان يطلع كده قالب حلو شكله جميل وامور ونجي لأجمل فقرة بعد لما نحطيناه بهذا الشكل وضغطنا عليه جدا ويلا بسم الله هنحط كده يلا يلا ونستعدين بسم الله طيب لما نقلبوا بهذا الشكل نستنى عليه بس شوية عشان ياخد الشكل المضبوط بسم الله الرحمن الرحيم الله عليك يا معمر الله عليك ايش الجمال هذا شوفوا كيف شكله يلا نزينه بالشكل هذا الجميل المكسرات حقتنا الحلوة بسم الله شايفين كيف شكله جنن مرة جميل اليوم قدمت لكم حاجة كده ربعة تنفع للعزايم ووزي باللحم ابديكم تحطوا معا دجاج من فوق ابديكم تحطوا كمان لحم على قولتهم عصفور اللي هو يكون صغير صغير قطع انا بس استكفيت اني احط لحم مفروم بهذا الشكل شوفوا كيف شكله مرة مشرف في العزايم مرة مشرف في جميع المناسبات زواجات اعراس اي حاجة اتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة احبكم مرة واستاهل تقولوني الله 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 عليك يا معمر اتمنى تتبعوني في وصفات ثانية احبكم مرة باي باي كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم